لزين الدين أحمد يورو علم طباء به القلوب المضلهم يريد الحاسدون يدفعوه ويحب الله ويحب الله إلا أن يتمنى ويحب الله ويحب الله ويحب الله إلا أن يتمنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطهبين والطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا فيما مضى عن جملة من آراء الشيخ على الله مقامه ذكرنا في التوحيد وفي النبوة وإن شاء الله سوف نستمر ببيان مختصر وموجز من بعض آرائه قدس سره في بعض الأمور العقائدية والفقهية وغيرها فمثلا في الإمامة ذكر الشيخ على الله مقام جملة من الأمور في هذه القضية وأنه يجب الإيمان بالإمامة وذكر الأدلة في ذلك من القرآن والسنة الشريفة فذكر حديث الغدير وأن النبي صلى الله عليه وآله قد نصب أمير المؤمنين عليه السلام يوم غدير خم وأن قوله من كلت مولاه فهذا علي مولاه هذا بمعنى الأولى كما فسر فمثلا يذكر رضوان الله تعالى عليه في آية أخرى أيضا مما يدل على الولاية لأمير المؤمن عليه السلام في قوله تعالى أن ما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال فقد تواترت الروايات وكلام المفسرين من الفريقين بأنها نزلت في علي عليه السلام حين تصدق بخاتمه وهو راكع لا ينكر ذلك إلا مكابر مباحث فأثبت لأمير المؤمن عليه السلام ما أثبت له تعالى ولرسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والولي هنا بمعنى الأولى وذكر بقرينة لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وآله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم أو ألست أولى من أنفسكم قالوا بلى فقال فمن كنت مولاه فعلي مولاه ثم شرع ببيان الأوامر اللاهية في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وآله والروايات الواردة والمناقب الكثيرة في حق أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة هذا تفصيلا في كتبه المتفرقة هناك مبحث مهم في الإمامة عبر عنه بالمقامات الأربعة للأئمة عليهم السلام ذكر في ذلك جملة من الروايات منها قال على الله مقام روية عن جابر بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يا جابر عليك بالبيان والمعاني قال فقلت وما البيان والمعاني قال قال علي عليه السلام أما البيان فهو أن تعرف الله سبحانه ليس كمثله شيء فتعبده ولا تشرق به شيء وأما المعاني فنحن معانيه ونحن جنبه ويده ولسانه وأمره وحكمه وعلمه وحقه إذا شئنا شاء الله ويريد الله ما نريده فنحن المثاني الذي أعطانا الله نبينا ذكر هذا الحديث ثم بين معنا ذلك وذكر حديثا آخر عن خالد عن القاسم عن جابر بن يزيد الجعفي عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال يا جابر أو تدري ما المعرفة المعرفة إثبات التوحيد أولا ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة الأبواب ثالثة ثم معرفة الإمام رابعا ثم معرفة الأركان خامسا ثم معرفة النقباء سادثا ثم معرفة النجباء سابعا ثم استمر بذكر هذا الحديث الشريف ومن هذين الحديثين وغيرهما مع ذكر الروايات نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ما ورد في الأدعية فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك وغيرها من الأحاديث والآيات التي فصل ونظم الشيخ على الله مقامات أهل البيت عليهم السلام الأربعة من البيان والمعاني والأبواب والإمامة وذكر الأدلة تفصيلا عن كل مقام مع معنى ذلك بتفصيل موجود سواء في شرح الزيارة أو غيره أيضا من الأمور العقائدية المهمة التي تعرض لها الشيخ الأوحد قدس سره مسألة التفويض وله رسائل كثيرة وطويلة بين أن التفويض على أنواع هناك تفويض حق وهناك تفويض باطل وذكر الأدلة وذكر الروايات التي ظاهرها من تقول بذلك وبعض الرواية التي ظاهرها من تمنع ذلك وذكر وجه الجمع بين هذه الروايات وما معنى التفويض الباطل وما معنى التفويض الحق فمثلا قال اعلم أن التفويض عرفا له معنيان أحدهما القول بنسبة الأفعال أو بعضها ولو فعلا واحدا إلى أحد من الخلق على جهة الاستقلال قال والمفوض من قال بذلك هؤلاء اللي لعنوا في لسان الروايات يعني الخلق مستقل في ذلك وهذا باطل أو من يؤول قوله إلى ذلك سواء المنسوب إلى فعل العبد على الاستقلال من الذوات أو الصفات أو الأفعال وبين أنواع هؤلاء الذين ذكروا تفويض وأسماءهم أو من نسب إليهم وذكر أيضا معاني اللغوية لذلك وذكر فساد هذا الرأي وذكر آراء المعتزلة وأنهم هم المفوضة ورأي الجبرية وهم الأشاعر وذكر آراءهم ثم ذكر الروايات التي تذم هذا وأن هذا شرك أو كفر ثم ذكر التفويض الحق والأمر بين الأمرين كما في الروايات وذكر كما في الأدلة الأخرى أن سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض هذا ليس التفويض الباطل بالمعاني المذكورة وإنما بالتفويض الحق الذي من أعظم أدلته بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فلما الأئمة عليه السلام يقولون إذا شئنا شاء الله يريد الله ما نريد ليس هذا على جهة الاستقلال ولا على الشرك وإنما على ماذا؟ على الإذنية والأمرية الإلهية بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى هذا ذكرته في هذا الكتاب وقد أسهبت بشيء من التفصيل فيه لأن الشيخ على الله مقاما قد اتهم بهذه التهمة وهو من ذلك براء وأنا قرأت عن بعضهم لما يعترض على الشيخ يتهم الشيخ بأنه يقول بأن أهل البيت عليهم السلام مستقلون وهذا باطل وهذا خطأ وهذا كذب وافتراء على الشيخ على الله مقامه الشيخ يحذر في مواضع عديدة وينبه إلى أنه لو تصورت بأدنى ما يكون ولو مقدار ذرة أنهم مستقلون عن الله عز وجل فهذا كفر وشرك بل هم الذين نزل فيهم يا أيها الناس أنتم الفقراء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما تشاءون إلا أن يشاء الله بالأمر الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام أمر لا جبر ولا تفويض بل هو أمر بين أمرين طبعا لا يسع في هذه العجالة أن أقرأ كل ما ذكرته هنا من مصادر للشيخ في شرح الزيارة في جوامع الكلم في غيرها من هذه الرسائل والكتب لكن أحلت عليها وذكرت بعض المختصرات قدر الإمكان في مسألة التفويض والفرق بين التفويض الحق والتفويض الباطن كذلك في مسألة عقائدية مهمة مسألة قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف والرجعة للشيخ على الله مقام رسالة تفصيلية في ذلك قمت بجمعها وجمع ما ذكر من قضية الرجعة والإمام المهدي عليه السلام في كتبه المتفرقة والحمد لله صدر كتاب وهو موجود وفيه تفصيلات ما يذكر من العلامات ومن الاعتقاد بالرجعة وما هي العلامات الحتمية والتوفيق بين بعض الروايات التي هي ظاهرا متناقضة ثم يعني تفصيل الرجعة بعد ذلك ومن الذي يرجع وما تفصيلاتها ذكرتها تفصيلا في كتاب مستقل اسمه الرجعة والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وله رسالة في رد من ادعى الرؤية من الصوفية كذلك ذكرت في هذا الكتاب رؤية الشيخ على الله مقامة في المعاد الجسماني وروحاني وذكرت أنه لقد افتري على الشيخ على الله مقامة بأنه لا يقول بالمعاد الجسماني والمعاد الروحاني بل يرد على من يقول بأن المعاد الجسماني لا يمكن أن يثبت من طريق العقل وإنما من طريق النقل فقط كما هذا رأي ابن سينة وغيرهم وهو ذكر الدليل العقلي فضلا عن الدليل النقلي في المعاد الجسماني وذكر آراء الملة صدر رحمه الله وكيف أنه له كلام متناقض في مرة أنه يقول معاد نفسي ومرة يقول معاد جسماني وذكر في شرح العرشية وشرح المشاعر تفصيل ذلك المهم هذا الجانب مهم جدا إلى أنه الشيخ على الله مقامة ذكره في إطار فلسفي وحكمي فالذي ليس له اطلاع بالفلسفة قد لا يعرف ماذا يقصد وخصوصا هو استقدم مصطلح الهرقليا وهو العالم الآخر ولا شك في ذلك أن الأدلة التي ذكرها وهذا مذكور أيضا في شرح التجريد إلى أنه لا يجب عادة الفواضل زي أنه الذي يعاد هو الجسد الأصلي ويوضح الشيخ على الله مقامة إلى أن مثال ذلك أن في القبر يحصل تصفية تصفية لهذا الجسد من الأوساخ من القاذورات كما إذا غسلت أو صفيت الذهب الذي هو في التراب أو الثوب الذي هو متسخ بالأوساخ فيبقى هو وهو وهو غيره كما قال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فقال هي هي وهي غيرها هي هي من حيث المادة وهي هي غيرها من حيث الصورة لأن الصورة الأولى كانت متسخة الصورة الأولى للذهب كانت مشوبة بالتراب وبالشوائب لكن بعد التصفية تكون ذهبا خالصا وتكون ثوبا خالصا من القذارات وذكر الأدلة في ذلك في قول الإمام الصادق عليه السلام على أن تبقى طينته مستديرة في قبره حتى يعاد كما بدأه المراد منه هو هذا ما ذكره مجملا وكرر كثيرا هذا المعنى وأشار بالتفصيل في رسائل عديدة الذي لم يقرأ ولم يميز هذه المسائل الحكمية ربما يقع في الاشتباه مثلا ذكر أن الإنسان له جسدان وجسمان فأما الجسد الأول فهو ما تألف من العناصر الزمانية إلى آخره بيّن كل جسد ليس له جسد واحد جسدان جسد الأصل جسد الفضل كما بيّننا في يعني ما سبق على أي حال فما تحصل له من زيادة أو نقصان هذه الزيادة والنقصان لا تضر في حقيقته هو هو زيد الآن سمين بعد ذلك يكون نحيف هذا وغيره أو الزجاج الذي يكون مثلا فيه الكثافة أو الذهب الذي يكون مخلوط بالتراب فإذا نظف تزال الشوائب يعتبر القبر والبرزخ هي مرحلة تنظيف وتهذيب وتخليص الجسد الأصلي من القاذورات ومن الأوساخ ومن عوارض الدنيا ومن عناصر الدنيا الكثيفة وهكذا ذكرت عدة صفحات في هذا الجانب اختصارا وهو قدس سره بيّن في رسائل عديدة وأسئلة عديدة منها قوله وقولكم في أنه لم يبقى في قبوره من الطين الأصلية يوم القيامة هو جوابنا لكم في الرجعة وفي الدنيا لأن الطينة الأصلية تلبس في كل عالم من أعراض مكانه ووقته فيمزجها في كل عالم وما هو منه ففي الدنيا بما فيها من الكثائف وفي البرزخ بما فيه من الأمور البرزخية وفي الآخرة بما فيها من اللطائف نكمل إن شاء الله بقية آراء الشيخ على الله مقامه في بعض الأمور العقائدية الأخلاقية والفقهية وغيرها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطيبين والطهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة